يقع في هذا المال العام ويعتدي عليه ثم يريد أن يتوب من هذا الاعتداء ماذا يفعل؟ نعم الذي يعتدي على المال العام يلزمه أمور ثلاثة أولها أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا تنصح القلب بألا يعاود الذنب ثم ثانيا أن يرد هذا الذي أخذه يعني ما في توبة بمعنى أني أستغفر الله وأتوب إليه وأستمتع بالذي أكلته سواء كان عاما أو خاصا فإن بعض الناس يعتقل بأنه لو أكل يعني مالا ثم بعد ذلك اتجر به ونماه وصار يحج ويعتمر ويتصدق وكذا فإن هذه تمحو يعني هذه لا إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن المال الحرام إذا تصدق منه لا يقبل وإذا أنفق منه لا يبارك فيه فلابد أن يرد هذا الذي أخذه ثم ثالثا أن يستر على نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستر بستر الله عز وجل ويندب أيضا للمسؤول عنه إذا جاءه تائبا وأراد أن يرد هذا المال طوعا ليس تحللا هذا الذي نسمع به في بعض البلاد بأنه بعدما يقبض عليه متلبسا يقال له تحلل يعني رد ما أخذت وخلاص نخرج لو تسمح لي هنا أخذ سؤال هذا المشاهد اسمه لا يظهر لكن يقول سؤالي عن فقه التحلل يجوز أو لا يجوز وأذكر حادثة المراقب المالي بمدرستي كذا في منطقة معينة أدينا وحكم عليه بالقطع نعم هذا الأمر كان في الثمانينيات على أيام النميري رحمه الله وهو حكم قضائي والقاضي قد استند على رأي إياس ابن معاوية رحمه الله القاضي المعروف وهو خلاف قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ولكن كما لا يخفى عليك بأن الفتوى إخبار والقضاء إجبار الفتوى المفتي يخبر أما القاضي فإن حكمه نافذ ولا بد منه لكن أقول بأن قول إياس رحمه الله هو خلاف قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ولو نعود إلى فقه التحلل التحلل ما معناه؟ معناه أني قد أكلت مالا عاما ثم بعد ذلك جئت من نفسي دون أن يطلع علي أحد دون أن أقبض وأردت أن أرد هذا الذي أخذته فالشريعة تندب الستر على هذا الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ولا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وفي القرآن الكريم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله أفو الرحيم المعنى الخاطئ للتحلل بأن إنسانا ضبط متلبسا وثبت عليه بالبينات وبالمستندات بأنه قد اعتدى على المال العام فيقال له رد ما أخذته أحيانا يكتفى منه بجزء منه جزء المبلغ أو أصل المبلغ نعم وبعد ذلك يستمر في وظيفتي ويستمر دون عقوبة أو كذا هذا ما يصلح وهذا الذي أدى بالناس إلى التمادي بأني أسرق بعد ذلك إذا ضبط فأعيد إذا ما ضبط بارك الله فيما رزق نعم هنا ما الفرق في نظر الشرع بين من يأتي ويسلم المال وبين من يقبض عليه لابد أن يعزر الفرق واضح الفرق بأن هذا الإنسان قد استيقظ ضميره كما يقول الناس ووازع التقوى قد عمل عمله فجاء من نفسه تائبا وهذا يدل على صدقه على صدقه في توبته بخلاف الآخر فإنه ليس بتائب ولا نادم وإنما ضبط متلبسة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق في الحد بين المقر وبين من قامت عليه البينة المقر النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشده إلى الستر يقول له لعلك ما زنيت لعلك قبلت ونحو ذلك بإلا أن يأبى أن يقام عليه الحد بخلاف من ثبت عليه الحد بالبينة فإنه لا يقبل يعني إنكاره ولا يقبل فراره لو فر في حال تنفيذ الحد عليه بل يباشر الحد إلى أن يبلغ مداه نعم